السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع الى كتابي ومع قصة جديدة طبعا بعد ما رأينا ومع قصة جديدة طبعا بعد ما رأينا ومن شرقا بعد ما رأينا رأينا View ياتيجا عند تو Kilاترت صور على الم الى في اروع ومع اهلا القرم أعهلا حتى رأينا Cuzline رأينا Vأحلا حسنا لś förن كنت 60 كنت أحلا حسنا C'est le verbe connaître Vous connaissez déjà Rémi La mère Barberin Trop pauvre Trop pauvre Et de l'homme Barberin Trop pauvre Ne peut pas Continuer à le nourrir Ne peut pas Bien sûr c'est le verbe pouvoir Tout d'abord C'est le verbe pouvoir Et de l'homme Barberin Féal استطاع Ou amkana Et de l'homme Barberin Ne peut pas L'homme Barberin La t'estatéh T'abar, nous avons la negation L'homme Barberin Trop pauvre L'homme Barberin L'homme Barberin La t'estatéh La t'estatéh La t'estatéh Et de l'homme Barberin Ne peut pas Continuer إذن هي لا تستطيع أن تستمر طبعا لنظار كونتيني هذا فعل استمر إذن هي لا تستطيع أن تستمر ألنغيغ في إطعامه أنغيغ غيمي نببا كونتيني أنغيغ غيمي إذن هي لا تستطيع أن تستمر في إطعام غيمي لأنها جد فقرة لتستمر لأنها جد فترة حياته المقصود حتى يأول نفسه لتستمر غيمي بار مع مطور دانيم نوم فيطالي إذن غيمي لأنها جد فترة حياته إذن غيمي لأنها جد فترة يأول نفسه إذن غيمي بار إذن غيمي أنه انطلق أو دهب مع مطور دانيمو إذن هو دهب مع عارض حيوانات عارض حيوانات أو مدرب حيوانات نتكلم أحيانا عن مطور دوغس أحيانا نتكلم عن مطور دوغس كما نقول عارض دي بابا أو مروض دي بابا نتكلم عن سيرك مثلا إذن نتكلم عن الشخص الذي يستعرض هذه الحيوانات يجعل الحيوانات تقوم ببعض الحركات البارعة إذن هذا يسمى مطور دانيمو غيمي بار أمطور دانيمو نومي فيطالي إذن غيمي لكي يأول نفسه ذهب مع هذا الشخص الذي يروض الحيوانات نومي فيطالي الذي يسمى فيطالي لأول مطور لأول مطور إذن المساء الأول نتكلم عن الإيل اللول بعد مستمر في المساء الأول إذن في المساء الأول بعد مقر في المساء الأول تحت المطر Pendant toute la journée أتنا ألمودت كل اليوم أتنا أكملنا كل اليوم إذن لفتر دامت كل اليوم Le premier soir Après avoir marché sous la pluie Pendant toute la journée رمي دوى كوشي Dans une gorange إذن رمي يتوجب عليه أن ينام لأن هذا الموجود هذا الذي وجده لم يجد أحسن من هذا رمي دوى كوشي إذن رمي يتوجب عليه أن ينام dans une gorange كما نقول فيه هوري في مكان تخزن فيه المحصولات سيغالي دو فوجر إذن هو سينام في مكان أن تضع فيه المحصولات سيغالي دو فوجر فوق سرير فوق سرير من نباتات أنها تعطل الحيوانات للأكل طبعا نقول أو نقول إذن هو عنده القلب تاقيل أو كما عندنا هنا هو عنده القلب ضخم ضخم أو متضخم كما نقول المقصود بأنه حزين من كثرة حزنه أن قلبه تفخ وجعله يحس بضيق إذن هو كما عندنا في اللغة العربية نقول هو عنده قلب كبير أو ضخم يعني أنه فرح هنا المعنى معكوس سيغالي المعنى مع سيسرنا المعنى مع سيكون تحتم لمدة حزين أن لا تنمي وмотря في التحرير هيا لا يشعر ريمي من قلبه مع سيسرنا من مهما يشعر وتعالي المعنى مع سيسرنا لقرب أنه بعد ريس Reid فعلا بريد و أمامها أمامه أمامه لا أمامه ف كنت سرقى تأم الغد تفتلي تفتلي يدين بريد أمامه توجي و Đây يكون يمسيًا وهمت يبدو حتى يتنقل على المسيح من المفترض في ملتك فوكى تنفحمة على الفجر تعليقك لا تنظر على تغيير وتنظر سألتك في العمي سألتك في العمي سألتك في العمي سألتك في العمي حاولة يعني ثم ، ذلك لإنما يسعورde достаточно فودي عندنعي فريقنا عنا بعد بعض يا Bharat عنا إذا لدينا سيعى لا Bürgان نعرائي Increase دعا يردي يذكي عنا يعينا يحسس أجمل أن يشعر هذا سيقول نعرائي يتكيه علينا إحسس أقول مثلا جي لإحساس جي لإحساس كو لابلوي كو لابلوي va تومبي أنا عندي إحساس بأن المطار سينزل إذن أنا لإحساس يكون عندنا إحساس كون نبو بلي بوجي كون نبو بلي بوجي بأننا لن نتحرك تكون أدنو حد إحساس بأننا لن نستطعوش نتحركو لهنا ولهنا كل الأطراف موجعة أطراف الجسم تكون فيها أوجعة كما لو أننا كسرناها كما لو أننا كسرناها كما لو أننا كسرناها هد الأطراف أطراف الجسم إذن نتكلم هنا على الغرب بغيزي بغيزي يعني كسر كاسي أيضا نوفر كاسي تعني كسر كاسي كاسي باعمي سابو لذيب أكوشي رأيناه فيما سابق مقصود به سالها ولكن هنا نتكلم عن الريجلين التي كمنا نقول اي كورشة هي التي صلخة صلخة بماذا؟ بغمي صابو كلمة صابو تعني لباس الرجل أو ما نسميه قبقاب إذا نتكلم عن نوم الأحدية أسعى الدبير لباس الرجلين صلخة بهاد لباس الرجل جو تخمبلي دفخوا ضمي بيتمو موية إذا جو تخمبلي طبعا رأينا هذا الوفب تخمبلي يعني فعل ارتجافة ومنها كما قلنا مثلا لطرمبلة منذ الطيخ ارتجاف الأرض المقصود بها لسيزم مقصود بها الزلزال إذا جو تخمبلي دفخوا أنا كنت أرتجافه من البرد دفخوا دفخوا من البرد ضمي بيتمو موية في ملابسي ضمي بيتمو في ملابسي موية المبلل نقول عن شيء أنه موية يعني أنه مبلل طبعا نضيف اس هنا لأننا نتكلم عن ماذاتمو نتكلم عن الجمع ملابسي ولا نتكلم عن لباس واحد دفخوا من البرد دفخوا من البرد دفخوا من البرد ولكن أنا لا أفكر في النوم طبعا نضيف السيئة بس رفلن بخفى إذا نضيف السيئة فعل فكر بحيان كما قلنا بأننا نضيف السيئة يعني اعتقد من جميع أن يمكن فرزب دفخوا من البرد دفخوا من البرد دف抗ة دفت двиг إذن فيتالي يقول لرمي يقول له طيبان كلاك أسنانك تستك طيب يا فخو هل أنت عندك برد؟ هل أنت تحس بالبرد؟ قليلا جلنتاندي أمري صنساك أنا سمعته يفتحه صنساك يفتحه كي سأه جلنتاندي طبعا سالورب أنتند هدافير السامية جلنتاندي جلنتاندي أنا سمعته جلنتاندي أنا سمعته أوفررسونساك آفررسونساك يفتحه كي سو واسي إشونساك هواقامي سونجاف سيش جاف هل مبالل لعقزيال مويه واسي إشونساك واسي إشونساك وعلى أنه تكونون الوحيد في أجلك وعلى أنك تكونون الوحيد في البدع لأنك تستطيع لأنك أيضا عن ننان تقولون الوحيد على الوحيد لا يمكنك وأن المربر مرة أبعى لا يمكن إنه جزوجيا لأنفسه وإنه لدينا لفعال وإنه لفعال وإنه لفتور وأن تهتستاتي تي PUORA تنظر وأنه لأتي فيهم تي PUORA تنظر أن تهتستاتي أن تهتستاتي يعني تستطيع تغلف راسك المقصود انك تستطيع تجعله ملك انك تدوره ملك بعدما ممكن انه يعني في معاني اخرى هزمة ومنها مثل كلمة يعني الهزمة هنا هنا المقصود بفعل يعني انك تفك بعدما تفك المبلرة يقول خذ هد القميص الجاف ثم خذ هد السطرة التي يمكنك ان تغلف فيها نفسك المقصود التي يمكن ان تلبسها بعدما بعدما تفك طيب يطممي بعدما تفك المبلرة ثم تفك طبعا نتكلم مثلا عن ان فرانسي ان فرانسي ان فرانسي ان فرانسي ان فرانسي طبعا نتكلم هنا عن فعل اخر ولكن مشابه له اذا اللغاب ان فرانسي يعني انك انت تجعل شئا يدخل مثلا في الأرض يعني أنك تدخل وتدم في الأرض هنا نتكلم على الوفاب يعني أن الشيء أو الشخص مثلا يجعل نفسه ينغمس في الشيء ثم أنك تجعل نفسك تنغمس يعني داخل كما نقول أسفل التبن كما نقول أسفل التبن أسفل النباتات الجافة بعدما تحط نفسك بالملابس الجافة إذن عليك أن تدخل وسط هذه النباتات الجافة تنغمس فيه يعني أنك أنت لن تتأخر تنغمس فيه تنغمس فيه أنت لن تتأخر أتعيش فيه أتعيش فيه في أن تدفع يعني أنك ستدفع بسرعة ولن يبقى بك هذا البرد وبالتالي وفي أن تنام يعني أنت بسرعة عندما تحط نفسك بهذه الملابس الجافة وعندما تدخل أتعيش فيها الملابس الجافة أتعيش فيها الملابس الجافة أتعيش فيها الملابس الجافة وأتعيش فيها الملابس الجافة سوى الفوجير تنغمس فيها الملابس الجافة تنغمس فيها الملابس الجافة أتعيش فيه أتعيش فيه إذا نكتبه بهذا القدر نستعنيف مع هذه القصة فالفقر القادم حيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله